اشتركوا في القناة الذي حفظ هنا منذ القرن الثالث عشر بالإضافة إلى النوافذ الزجاجية الملونة العائدة للقرنين الثاني عشر والثالث عشر لم تصل النيران إلى الخزينة حاول رجال الإطفاء إنقاذ بعض اللوحات ولكن كما تعلمون لم يكن من الممكن نزع اللوحات الضخمة بدأ جمع الأموال لإعادة ترميم نوتردام وقال برنار أرنو رجل الأعمال الفرنسي وصاحب لوي فويتون إنه مستعد للتبرع بمبلغ مئتي مليون يورو كما وسيقدم مئة مليون أخرى جامع التحف فرنسوا هنري بينو كما وأعلن العشرات من قادة العالم عن استعدادهم للمساعدة ووعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بإعادة ترميم الكاتدرائية أقدم وعداً رسمياً بأننا سنعيد ترميم الكاتدرائية في السنوات القادمة وسندعو أفضل المواهب للمشاركة في ذلك وهم كثر سيقدمون المساهمة اللازمة في إعادة الترميم سنعيد ترميم كاتدرائية والدة الرب الباريسية فهذا ما ينتظره منا جميع الفرنسيين وهذا ما يحتمه علينا تاريخنا ومصيرنا اندلع الحريق أول الباريحة في حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي ليسيطر عليه بالكامل فقط بعد مرور تسع ساعات حارب ألسنة اللهب ما يقرب من أربعمائة رجل إطفاء ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة وجرح اثنين من رجال الشرطة زاد العمليات تعقيداً أنه لم يكن من الممكن إطفاء الحريق بواسطة الطائرات التي يمكن لكل منها أن ترمي ستة أطنان من الماء حيث شكل هذا خطراً كبيراً على إغراق المبنى بالكامل وتدميره المياه تحديداً هي من ألحقت ضرر بأورغانيكات إدرائية نوتردام دي باريس هذا جعلنا نفهم مدى هشاشة المنشآت القديمة بعد أن يتدنا على أن نعتبرها أبدية لأنها موجودة بكل بساطة هناك منذ قرون أو آلاف السنين ولكنها في الواقع هشة للغاية الجميع يقول أنه كان لدى الكاتدرائية نظام سيء لمكافحة الحريق من السهل التحدث عن هذا والتخطيط له وتنفيذه عندما يكون الأمر متعلقاً بالمنشآت الحديثة ومن المهم أن نفهم أن الأمر أكثر صعوبة بكثير عندما يطال المباني القديمة تعد نوتردام دي باريس واحدة من أقدم عشرة كاتدرائيات قطية في أوروبا الغربية بني المعبد في القرن الثاني عشر وجرى ترميمه في القرن التاسع عشر حيث أكمل حينها بناء البرج والمعبد كان الآن أيضاً في حالة ترميم ووفقاً للفرضية الأولية كان اشتعال السقالات الخشبية سبباً من دلاع الحريق ترجمة نانسي قنقر